أهلا ومرحبا بكم مجددا كما وعدتكم سابقا اليوم بحاولها سأقوم بوضع تلخيص بسيط ومختصر لدروس مادة التربية على المواطنة طبعا وفق الإطار المرجعي المحين إذن لا بأس في البداية أن أذكر بعناوين الدروس التي سنقوم بوضع تلخيصين لها الدرس الأول الحفاظ على التورات وستويره الدرس الثاني الحفاظ على الموارد الطبيعية وأخيرا درس نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية ونبدأ بحول الله بالدرس الأول إذن أولا سنتعرف من فهم التورات إذن ماذا نقصد بالتورات إما نقول أنه مخلفات الأجيال السابقة في مختلف الميادين الدينية والفكرية والأدبية والتاريخية إلى آخره أو هو الإرث الحضاري والذي أنتجه الأسلاف يعني الأجيال السابقة في مختلف الميادين الدينية وفكرية وأدبية وتاريخية إلى آخره ثم ننتقل إلى تعرف على أنواع التورات المغربي إذن فينقسم إلى أربعة أنواع تورات مسموع أو شفاوية كرواية شفاوية للحكايات الموسيقى إلى آخره تورات مبني أو نقول أركيولوجي يشمل مدن العاتيقة التي طلعتها عليها وتعرفتها في الدرس مختلف القصابات مختلف المواقع الأثرية ثم تورات مكتوب يضم كل الوثائق المختلفة والتي تبقى محفوظة في مختلف المتاحف بالمملكة وأخيرا التورات المنقول ويشمل مختلف أدوات الزينة والحلي والعادات والتقاليد والقطاع الأثرية العنصر المواري سنتعرف من خلال جهود الدولة لحماية التورات وتطويره فالدولة هي من يتحمل مسؤولية الأولى في الحفاظ على التورات وتطويره عبر وزارة تسمى وزارة الثقافة والتي تكهل هذه المهمة إلى مديرياتها مديرية الثقافة ومديرية الفنون من خلال أولا التعريف بالتورات بوسطة مختلف المنشورات والمعارض إلى أخيره ثم صيانة وإنقاذ مختلف أصناف التورات الوطنية وخاصة غير المكتوب تحفيز الحياة التقافية وتشجيع الإبداع والفكر والمحافظة على أصالة التورات ثم أخيرا تشريع وتنفيذ النصوص القانونية المتعلقة بحماية التورات العنصر الموالي روافد التورات الفني المغربي إذن هذا التنوع في التورات المغربي أصله إذن يرجع إلى مدى إذن فروافد التورات الفني المغربي تتعداد هناك الحضارة الإفريقية والصحراوية والتورات الأمازيغي والعربي الإسلامي بالإضافة إلى ما وفد على المغرب من الأندلوس مما قلنا كما قلنا سابقا أدى إلى امتزاج وتنوع في التورات المغربي بالنسبة للعنصر الأخير الأطار الموجودة بجهتي إذن كنتوا طلعتوا في الدرس كل تلميذ للجهة التي ينتمي إليها إذن تتوفر على مجموعة من المآثير ومجموعة من الأطار وقد تم تدوينها لا بأس أنكم تحاولوا تذكرها وتحاولوا تعقلوا كل واحد على المآثير والآثار الموجودة بجهته والآن نمر إلى الدرس الموالي نحن والعالم نتقسم الكرة الأرضية لا شك أن الكرة الأرضية تعتبر قاسما مشتركا وملكا مشتركا للجميع وبالتالي فإن أي مشكل بيئي سيصيب منطقة معينة في الكرة الأرضية سيهددوا أو سيكون له نعكاس على العالم بأسره إذن سنتعرف مجموعة من الأخطار التي تهدد البيئة وسأقتصر هنا على ثلاث قضايا كبرى على سبيل المثال للحصر ويتعلق الأمر أولا بتضرر طبقة الأوزون بفعل تلوث الهواء الذي ينتجه طبيعة الحال عن دخان المصانع والسيارات إلى آخيره ثم المشكل الثاني تلوث مياه البحار والمحيطات والفرشات الباطنية مما يؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية ويهدد طبيعة الحال التنوع البيولوجي ثم ثالثا تلوث التربة وبسبب الاستعمال المفرط للمبيدات وكذلك للأسميدة مما يؤدي في النهاية إلى تراجع المجال الزراعي إذن لإيجاد حلول لقضايا البيئة يبدل المغرب جهودا على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي فعلى المستوى الدولي يتجلى ذلك من خلال مشاركة المغرب في عدة مؤتمرات حول البيئة كقمة الأرض في ريو دينجانيرو البرازيلية عام 1992 تنظيم مؤتمرين دوليين في مراكش حول البيئة كوب سبعة سنة 2001 وكوب فاندو سنة 2016 ثم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية والتي تهم التغيرات المناخية وظاهرات التصحور أما على المستوى الوطني فقد وضع المغرب استراتيجية في مجال البيئة تتمثل في وضع شبكة لمراقبة حالة البيئة ثم وضع قوانين جديدة كمنع استعمال الأكياس البلاستيكية كما تعلمون والالتزام بالمعاهدات الدولية في مجال البيئة ثم أخيرا إدماج تقافة البيئة في البرامجي التربوية إذن ها قد وصلنا إلى الدرس الثالث يتعلق الأمر بالحفاظ على الموارد الطبيعية أولا سنقوم بتعريف لفهم الموارد الطبيعية فيقصد بها مختلف التروات والخيرات التي أوجدها الله في الطبيعة لخدمة الإنسان والسمرار للحياة على كوكب الأرض مثل الماء والنبات والتربة إلى آخره والتي لها أهمية كبرى في التنمية نمر إلى التعرف أنواع الموارد الطبيعية والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام موارد طبيعية متجددة والتي يعاد إنتاجها بكيفية طبيعية على أساس أن يكون استغلالها في حدود أن يوافق وتيرة تجددها أم تلا إذن تروى المائية النباتية الحيوانية إلى آخره ثم الصنف الثاني موارد غير متجددة وهي موارد معرضة للنفاذ بسبب الاستغلال البشري اللاعقلاني والمفرط لها كمختلف مصادر الطاقة والمعادن الموجودة في بطن الأرض ثم الصنف الثالث موارد دائمة وهي موارد لا يستطيع الإنسان استنزافها مثل الرياح والحرارة والطاقة البحرية في العنصر الموالي سنتعرف تشخيص وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب وسنركز على ثلاثة عناصر أساسية وهي الماء والغابة والطربة بالنسبة للماء فاستغلال المياه بالمغرب عرف تراجعا ملحوظا من خلال معرفة نصيب الفرد من هذه المادة الحيوية الذي انتقل من ألف متر مكعب إلى خمسمية وستين متر مكعب وهذه الكمية في تناقص إلى أقل من ذلك في المستقبل بالنسبة للغابة فكذلك هناك تسجيل لتراجع المساحة الغابوية بالمغرب بنسبة 31 ألف هكتار سنويا بحيث أصبحت الغابة لا تغطي سوى معدل 12% من التراب الوطني وأخيرا التربة بحيث أن المغرب لا يتوفر سوى على 9 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وهذا التقلص في المجال أو ضيق المجال الزراعي راجع إلى ضغوطات أو زحف التعمير وكذا التصحر وانجرافو التربة نمر إلى العنصر الأخير آليات الحفاظ على الموارد الطبيعية أولا من خلال إصدار العديد من تشريعات الهدفة لحماية البيئة الطبيعية ومحاربة التلوط بالمغرب ثم إزالة مظاهر التلوط وتقليص الأضرار ومخاطر لاعتماد على الموارد الطبيعية المتجددة ثم تشجيع التدبير العقلاني للموارد الطبيعية والحفاظ على التروات النباتية والحيوانية وأخيرا وضع استراتيجيات بيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدمة مثل مخطط المغرب الأخضر إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحصة أشكركم على حسن تتبعكم متمنية لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفرصة لاحقا بحول الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر